مخيم الهول يضم عائلات مقاتلي داعش وعددهم يصل إلى حوالي 68 ألف شخص يعتبرون قنبلة موقوتة ويسمي البعض المخيم بخلافة صغيرة ويقارن الهول بالمخيم سيء السمعة في العراق الذي نتج عنه ظهور البغداد يمتلئ المخيم بنساء رفضات اللي يتخلي عن أفكار تنظيم داعش ويقومن بتربية أولادهن من الذكور والإناث على الأفكار ذاتها حيث تمكنت النساء هناك من الحصول على الهواتف وانتشرت في الأوينة الأخيرة بينهن البنادق والسكاكين تحاول النساء في الداخل بالتواصل مع المهربين باستخدام تطبيق تيليجرام ويعترف حراس المخيم الذي يبلغ تعدادهم كحد أقصى 400 شخص إن نساء من التنظيم هنا اللواتي يسيطرن على إدارة المخيم وتنظيم أموره اليومية وتعد نساء المنحدرات من تونس وروسيا وآسيا الوسطى من أكثر النساء تطرفا في المخيم حيث يقومن بتأسيس قيادة لإدارته بينما تحاول الأوروبيات البقاء بعيدا أملا في العودة إلى وطنهم الأم وقامت النسوة بإنشاء شرطة نسائية معروفة باسم الحسبة وتم كذلك إنشاء محاكم شرعية داخل المخيم تقوم بمعاقبة من يخالف القوانين الشرعية التي كانت تطبق أيام داعش وقال أحد الحراس إن نساء الحسبة يعاقبن النسوة أولا عبر إرسال تحذير مكتوب ومن ثم بسكين وبعدها يحرقون خيمهن وأشار إلى إحرق حوالي 128 خيمة خلال الشهر الماضي وحده اختفت كذلك فتاة صينية من الإيجور اتهموها بإقامة علاقة مع لاجئ عراقي في المخيم المجاور ترجمة نانسي قنقر